تعود قضية كشمير مرة أخرى للاشتعال بين الهندي وباكستان في أزمة لا يزال لضى نارها تكتوي به كلتا الدولتان غارة جديدة شنتها المقاتلات الهندية على معسكرات وصفتها بالإرهابية في الجزء الباكستاني من إقليب كشمير أسفرت عن مقتل وجرح العشرات والهدف من هذه الغارات كما تقول نيو ديلهي توقعها هجمات أخرى على غرار الهجوم الذي استهدف في الرابع عشر من الشهر الجاري قافلة أمنية في الشطر الهندي من كشمير وأودى بحياة أكثر من أربعين عسكريا في الوقت الذي تبنى الهجوم جماعة جيش محمد المتمركزة في باكستان من جانبها لم تتردد إسلام أباد من تحذير نيو ديلهي من تبعات الغارات المتكررة على كشمير حيث أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي ضرورة أن تعمل الهند العقل بشكل أكبر لأن باكستان قادرة على الرد في أي مغامرة هندية غير محسوبة تاريخيا ارتبطت أزمة كشمير بأزمة وجود باكستان ذاتها التي انفصلت على أساس عقائدي عن الهند وبقيت كشمير استثناء رغم أغلبيتها المسلمة حيث انقسمت لمنطقتين نفوذ باكستانية وهندية تطور الخلاف على كشمير إلى عدة حروب كان آخرها حرب 1971 التي انتهت باتفاقية شاملة والتي احتفظت بموجبها باكستان بالأراضي التي سيطرت عليها في منطقة شامب واحتفظت الهند ببعض الأراضي الباكستانية في كارغيل، تيثال، وبونش في كشمير الحرة لكن ما نغص على نيو ديهي نشاط الحركات المسلحة الباكستانية التي تريد استعادة كشمير بالكامل دوليا ورغم الحرص على تهديئة الأوضاع إلا أن وقائع الصراع بين الخصمين تقول أن الهند تحرص على أبقاء المشهد متوترا مع جارتها باكستان بإحاء أمريكي هدفه كما يرى المراقبون نزع القوة الرضعية للسلاح النووي الباكستاني تمهيدا لتصفيته لأن فقدانه يعني خسران إسلام أباد دورها الإقليمي وبالتالي خسارة إقليم كشمير نهائيا